اشتركوا في القناة وعدد من كبار المسؤولين في البلدين والوفد المرافق وفي بداية الاجتماع رحب معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيد بن عقاد اللجنة المشتركة بين البلدين تلبية للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وجلالة ملك مملكة البحرين المعظم حفظهم الله ورعاهما ايمانا باهمية مواصلة مسيرة التعاون والتكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية واستذكر معالي وزير الخارجية العمني بكل الفخر الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق الى مملكة البحرين في اكتوبر من العام الفين واثنين وعشرين والتي جسدت لخوة الصادقة ووثقت اواصر القربة بين الشعبين وتوجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعاون طويل الامد بين البلدين من جانبه اشهد سعادة الدكتور عبداللطيف من راشد الزياني في كلمته بالتقدم الملحوظ الذي وصلت اليه العلاقات التعاونية في مختلف القطاعات وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم واخيه جلالة السلطان عمان كما اشهد وزير الخارجية بالتعاون السياسي المستمر بين البلدين الشقيقين والذي يتميز بالتنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا والتحديات الاقليمية والدولية مؤكدا ان هذه الشراكة الوثيقة لا تؤكد على الروابط الاخوية بين البلدين فحسب بل تعزز ايضا الجهود الجماعية لدعم الامن والاستقرار الاقليميين وقال ان القادة العرب اكدوا في قمة البحرين على ضرورة اعطاء الاولوية للجهود الرامية لوقف الاعمال العدائية في قطاع غزة وجنوب لبنان مع معالجة التحديات الملحة التي تواجهها بعض الدول العربية الاخرى منوها بالجهود الدبلوماسية لسلطنة عمان الى جانب المملكة العربية السعودية بهدف استعادة السلام والاستقرار في اليمن الشقيق واكد وزير الخارجية ان اجتماع اللجنة المشتركة يترجم اواصر العلاقات التاريخية الوثيقة وعمق المحبة والود التي جمعت بين البلدين الشقيقين على مر العصور وبحث الجانبان اوجه العلاقات الاخوية الوثيقة في مختلف المجالات وسبل الارتقاء بالتعاون المشترك الى مستويات اكثر شمولا وتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق السياسي في كافة المحافل كما بحث الجانبان اوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والاعلامية والمواصلات والاتصالات والصحة والطاقة والعمل والسياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي وشؤون الشباب والرياضة والشؤون الدينية والاوقاف والامن السيبراني والتنمية الاجتماعية والبيئية والاعلام والعمل البلدي والزراعة والخدمات المدنية وطلع الجانبان على العرض الذي قدمه وفد مملكة البحرين حول المنصة الإلكترونية لإدارة أعمال التعاون الثنائي لضمان تحديد المشاريع والمبادرات ومتابعة نسب الإنجاز ومدى تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين الشقيقين لضمان تحقيق أهداف اللجنة المشتركة والواجبات الموكلة إليها وفي ختم الاجتماع وقع الوزيراني على المحضر المشترك لأعمال اللجنة